موسيقى سلام عليكم ويسعد أوقاتكم وين ما رحنا وين ما جينا وشو ما شفنا من بلاد وعباد من ربيع وزهور وبحور تبقى بعيوننا صور الوطن محفورة بأحلامنا كل يوم مذكورة ريحت الحواري القديمة بعبق الماضي فواحة ريحت البيادر والجبال وضفاف الفرات ملونة بأحلامه خليكم معنا بفقرة شوي الضو بشوي الضو رح يكون معي اليوم سلام مصطفى الغدير أهلا وسهلا فيك أهلا بيكي غزوان مصطفى الغدير أهلا وسهلا فيك أهلا بيكي خايت أنتو أخوات سلام شو بتحكيني عن الأخ الأخ المتسلط هيك بيحكوا بالعادة أن الأخوات بيتسلطوا فأنتي أخوكي متصلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم والله أنا أعتبر من البنات المحظوظات بهذا الأخ يعني وإذا ما بدنا نرجع للذاكرة قديما فبدنا نتكلم بخمس سنين ثورة خمس سنين ثورة غزوان كان داعم حقيقي وقوي بالنسبة إلي ببداية عملي أسعفا مدعم مادي مو دونر مو دونر ببداية الانخراط بالعمل المدني السلمي كنت أنا أول فتاة انخرطت بالتنسيقيات أول مداخلة تلفزيونية من مدينة دير الزور من لجان التنسيق المحلية بتاريخ 12-8-2011 طبعا كان تحت اسم مستعار غراء المصطفى يعني لسبب الأمني كان هو الداعم ما كان في قمع ذكوري أنه ما بصير تطلعي تماما تماما وعلى العكس من ذلك كان دائما يشجعني دائما يعني أنا أشعر بأن كل ما أصل إليه من نجاح غزوان هو الجندي المجهول بهذا الموضوع في يوم المرأة من أقل من شهر تم ترشيحه لجائزة نصير المرأة بـ 8 آذار من قبل مؤسسة يوم الربيع العرب الهولندية لكن طبعا اعتذر عنها احتجاجا على موقف المجتمع الدولي من الثورة السورية جميل غزوان معنات أنت مناصر للمرأة مناصر لأختك أول الشيء أكيد طبعا هذا الشيء جميل بالعادة ما منشوف هيك بين الأخوات منشوف الأخوات في دائما في مشاكل بقى بصير تعملي هيك وبصير تعملي هيك احنا نفضل رب العالمين بيئتنا يعني نوعا ما بيها شيء من الثقافة شيء من الوعي بسبب الوالد الله يرحمه وجدي أبو أمي كذلك الأمر فشنا منشتازين شوي هذا الموضوع يعني بالإضافة لأنه يعني ديننا وأخلاقنا ووطننا وقيمنا يعني هي مناصرة للمرأة احنا نترجم هذا الشيء لا أكثر ولا أقل ما بتلاقي هي مشكلة بين رفقاتك بين هيك شيء بالعكس طبعا أكيد هي المشكلة بتلاقي انتقاد بالمجتمع أنه أختك مثلا منطلقة أختك تطلع التلفزيون لا أسعى طالما البنت يعني أختي أو كل ابنية من الشعب السوري يعني طالما ممتزمة بضوابط الشرع وضوابط المجتمع وعادات المجتمع وخصوصية كل مدينة بعاداتها يعني ما بيبأس بهذا الموضوع جميل حلو كثير سلام أنت شنون بتكون يوقفي جنب أخوك بالعادة والله عادة يعني غزوان كنا وحيد والبابا توفى وتركه باسن صغيرة حمل المسؤولية فأحيانا بالعكس يعني بلحظات أشعر بالعجز أنه أراه مهموم فأحاول مساعدته أضعف الإيمان ولو بكلمة كلمة دفع معنى ولا أكثر غير هذا بسبب الظروف يعني فأنا أعجز عن تقديم مساعدة بشكل مباشر فألجأ إلى المساعدة غير المباشرة جميل هي بتساعدك معنويا ترفع من معنوياتك وقت تكون تتعبير تماما أحيانا أن الواحد يكون بحال الكلمة يعني تسنده أو ترفع من معنوياته ويمين قصرة بعض الموضوع لا هي ولا باقي أهلي حلو كثير والوالدة بالتحديد يعني بتحس أنه حلو أنه واحد يكون عنده أخت منك فيه شي ميزة خاصة بالعقل أكيد حلو بالقلب والعاطفة وشرقيتنا اللي عايشة جوانا يعني لا أكيد أتمنى أنه يكون عندي أخو الذكور هلا هو أكيد لتنين حلوين بس أنه البنت في إله شي خاص ممكن شي حنان شي حنان طبعا هي الأنثة يعني عاطفتها أكبر من عقلها يعني يعني أنا أشوف أنه غزوان كونه أخو البنات يعني أخو البنات يعني هذا الوضع أعطى شيء من الحنان الزائد يعني فأنا أشوف أنه غزوان مميز عن باقي أصدقائكم هن بالأصل بيقولوا عن نساء الدير أن هن نساء قويات أخوات رجال أنت بتحس بهذا الشي غزوان؟ طبعا أكيد كل نساء سورية أمهاتنا وخواتنا أنما أكيد يعني النساء الدير مميزات مميزات وهم فعلا يعني كونهم ربيوا ببيئة شوي قاسية يعني حتى بالمناخ فرض عليهم شيء من القصاوة وبالإضافة لأنه احنا على ظرفة النهر كثير من نساء المدينة يعني حتى سباحة يسبحون يعني مم شاء الله هلأ بشكل عام غزوان وقت بلشت المظاهرات بلشت أنت فيها ببدايتها نعم شاركت شاركت سلام معكم من البداية بالبدايات البدايات ما شاركت إنما يعني كانت مشاركة نساء الدير من أوائل المدن السورية وبفيديوات يعني بهذا الخصوص بفيديو كانوا طبعا منقبات نعم كان لسه النظام موجود عندكم كان النقاب لسبب أمني يعني وأطلقوا بيان عرض على القنوات وبالشهر الخامس أو السادس طلعت مظاهرة نسائية هتفت ونادت بدولة مدنية وعرضتها البي بي سي جميل سلام هلأ أنت أول ما بينذكر اسم الدير قدامك شو بتحسي حارك شميتي أي ريحة؟ ريحة المية الفرات أول ما تجي على التراب تعطي رائحة الطين رائحة مميزة يعني أنا غير قادرة أن أشرحها للمشاهد يشتمها فقط من يعرف تلك الرائحة الطين الممزوج هلأ أنا رح أحكي شوي أنه يمكن الدير باسمها هو نهر الفرات رح نروح لفقرة ريحة وطن ونرجع لكم موسيقى بتنام مدينة دير الزور على ركبة نهر الفرات اللي بيشترها لشطرين وبيعللها بالنسيم الهادئ اللي بيخفف حرارة الشمس بالصيف وبيهدئ من حدة نفوس أبناء أهلها اللي بتخليهم الشمس الأوية أحياناً حادي الأنزجة فبتلاقي الناس لما بتضيفيهن أسوة الحياة وشظف العيش بيروحوا على النهر فبيبسو شكواهم وبتناولوا الطعام وبيشربوا الشاي على الحطب شو بتحكي لنا غزواناً عن هالقصص؟ هي تقسم من الطقوس الديرية أنه نطلع نشرب الشاي على النهر بالأخص بوقت الصيف وسبحان الله بنبات شجر يعني ما ينبت إلا على نهر الفرات وهذا نبات بري ما يزرع اسمه الغرب بفتح الغين هذا له رائحة بحية المميزة وما ينبت إلا على سرير النهر على الضفتين النهر وهذا شجر بري ما يزرع يعني وهذا انت بتقعدوا جنبه بتشمو ريح إنه قعدوا بفيه تماماً في شجره يعني هو شجر كبير تماماً يعني بلهجتنا العامية المناطق اللي نقعد بها على ضفة النهر نقلها الحصيوة اللي هي تكون مية يعني قليل ارتفاعها وبها حصة يعني فالواحد يقعد بها يرتاح نفسياً يعني والجبس نقله بلهجتنا الدبشي نحط الدبشية بالنهر سبحان الله كأن الواحد حيطها ببرد تبرد تبرد بعدين نااكلها باردة جميل هاي أجمل لقطة كنت تعود أجمل اللحظات يعني أجمل أيام عمر أي شخص داري نعم سلام أنت شو تتذكري أكتر لحظة هيك حلوة بالدير بتشاركوا فيها كل أهل الدير تماماً أنا على المستوى الشخصي يعني أتذكر مظاهرة في جمعة أسرى الحرية عندما كانت المظاهرات نصف المليونية في دير الزور وحماء أذكر الشباب عملوا مظاهرة بالماء كانت يمكن المظاهرة الأولى في سوريا وحملوا لافتة كبيرة كتب عليها من نهر الفرات إلى نهر العاصمة ماءنا واحد ودمنا واحد والذكرى الأجمل لما كانت ماما تخيطلهم اللافتة على بعضها لأنه هي عبارة عن قطع كبيرة من الخاص يعني أربعة خمسة بدها خياط فماما تخيطلهم بها والمظاهرة كلها واقفة جوة عند الباب تستنى مشان ماما تخلص خياط هاي الذكريات يمكن إلها شي خاص نعم نعم ذكرياتك بالمظاهرات شو غزوان كانت؟ والله أجمل أيام الثورة وأحلى ذكرياتها يعني أيام ما كانت سلمية أحلى أيام المظاهرات طبعا كانت الثورة بالدير حالة شعبية عندما ما يمنع أنه النظام بكل المحافلات عنده بقايا شبيحة أو مؤيدين أو غيره فقما فوتوا الجيش في 2011 بالمرة الأولى على الدير النظام بساحة السبع بحرات اللي كان بها صنم حافل أسد كان عامل تجمع للمؤيدين المتظاهرين كانوا بدوار اسمه دوار المدلجي فصار أي واحد يسأل صديقه خامل لدوار فنسأله أنت مؤيد ولا معارض فهي كانت كله تسر تماما أنه أنت بخامة التأييد يعني ولا بدوار المدلجي اللي بيه المعتصمين يعني شي حلو أكيد سلام هلأ هاي ذكريات أكيد ذكريات رائعة ذكريات حلوة والدير يمكن أشهر معلم بالدير شو هو؟ جسر المعلق هذا اللي كل سوريا بتعرفه وتسمع أنه هو جسر هلأ حالياً تدمر؟ جسر تدمر تم نصفه بتاريخ 2 أيار 2013 للأسف يعني وفعلا هذا يعني بالتاريخ الديري كان يوم أسود بكل المقاييس يعني لدرجة أنه تماماً لدرجة أنه حتى أمهات الشهداء يعني قد نخجل أنه نذكر نتكلم عن حجر أمام أم شهيد ولكن بالفعل بذاك اليوم حتى أمهات الشهداء بكل جسر المعلق عملياً كانت في ذاك اليوم كل أسرة في دير الزور تعتبر أنه عندها شهيد هو لأنه رمز يمكن رمز كبير لدير الزور غزوان وحاضن للذكريات تماماً ورتبطوا بالذكريات يعني تقريباً مرت بها كل عائلة ديرية أنا يحكولي اللي أكبر مني وأنا لما كنت طفل يعني أخذوني باللفة مشوني على الجسر أنا طبعاً طفل ما نواعي يعني إنما كان الطقس من طقوس الدير وبوقت من الأوقات على دور أبهاتنا وأمهاتنا بالزفة لازم نتوقف الزفة وينزلون العروس والعريس يتمشون على الجسر ويتصورون على الجسر تقريباً مرتبطوا بذاكرة الديريين بالفرح وبالحزن وبالولد وبالزواج وبغيره وبغيره غزوان لهجتكم الفراتية لهجة قوية جداً حسناً يقال يعني ولو إنه ما يجوز الواحد يمدح نفسه بس يقال إنه من أفصح اللهجات بالوطن العربي لهجة وادي الفرات اللي هي إحنا يعني بلا فخر جميل جداً أكيد رح نطلع على فقرة جديدة ونكون معكم بفقرة يا نبيع الوطن يا نبيع الوطن اليوم رح نحكي عن الشهيد عبد الرحمان مشهور شاب في مقتبل العمر استشهد بإصابة في مظاهرة وغزوان رح يحكي لي عن صديقه الشهيد طبعاً عبد الرحمن الله يتقبله احنا نقول عنه عبود الحديث عن عبود ذو شجن عبود طبعاً خلص كلية وطلعت له دراسات وعليه بمصر انما ما راح انشان ما يترك الثورة طبعاً كان استشهد عبود يعني الهدف منه رسالة بالوقت اللي تسلحت به المدينة مثل باقي المدن السورية بالوقت اللي انفرض به السلاح على الثورة يعني فرض عليها انه تتسلح احنا ما كنا مع هذا الموضوع انما صار خيار شعبي يعني فاضطرينا انه نوقف معه الحادث اللي استشهد بها عبود كان غرضنا منها نوصل رسالة وقولون انه الفكرة التي تسخى بالدم راح تنبج وتكبر عبود استشهد مظاهرة طبعاً كان مثل كل باقي السورية يعني كنا واقفين بصفوف بالتظاهرة وعبود كان واقف جنبي يعني وسبحان الله القدر اختاره شهيد وتركني وحيد يعني بدونه كانت الفكرة من المظاهرة انه وان تسلحنا لازم يبقى بي عمل مدني ويستمر تمام وكانت ايادي بيضاء بهذا الموضوع يعني والشهود على هذا الكلام كثير طبعاً اعتقل قبل ما يستشهد اعتقل ايام ما ادوا اهلنا الحماصنا على الدير ايام احداث باب عمر واعتقلوا النظام عن خلفية اغاثته الهم يعني والمظاهرة كان الهدف منها انه نعم احنا تسلحنا وراح نوقف بوجه النظام انما لازم يستمر حراك مدني وكان ماشي بهذا الموضوع لم القمامة او الازبالة فتح مدرسة ميدانية هذا الكلام كله كان بالشهر الثامن الجيش الحر نزل على نص المدينة واحد وعشرين ستة هذا الكلام كان بالشهر السابع والثامن طبعاً استمر في اعمال البلدية بشكل كامل استمريتوا فيها انتوا كشباب؟ تماماً استمر باعمال البلدية كان هو يعني المسؤول عن هالموضوع او هو اللي عم بيخطط لهذا الاشياء كان العمل كله بنشاطات فردية ما هو منظم عمل الاغاثة عمل المدارس عمل القمامة كنا احنا استمرين به وكننا رضيف للمقاتلين على الجبهات كنا نحاول نوصل رسالة يعني انو احنا كناش مدنيين ورا خطوط القتال يعني احنا دورنا ما يقل اهمية عن دور المقاتلين احنا نكمل بعض يعني استشهد في مظاهرة؟ استشهد مظاهرة بتاريخ 17-9-2012 سلام انتي بتعرفي اعرفه تماما واسمحي لي اذكر ذكرى شخصية تقص عبد الرحمن بسبعة ايار 2010 تم اعتقال غزوان من قبل فرع الامن العسكري على خلفية نشاطه السابق قبل الثورة وتوقيعه على اعلان دمشق وما شابه تم اعتقال غزوان كانت الناس ما تزال يعني تخاف من اسرة المعتقل قبل الثورة كنا انا ووالدتي وشقيقاتي ووحيدات يعني ما اللي كان واقف جانبنا فعلا وكان اخ بهذه اللحظة هو عبود اللي لما كان يزورنا صباح ومساء بشكل يومي يعني يمكن هاي ذكرى على مستوى شخصي جدا لكن تعطي ضعر لهذا الشهيد تمام تعطي انطباع يعني عن هذا الشاب السوري انتوا كنتوا تتشاركوا المظاهرات يصير ضرب نار حقيقية بالمظاهرة الفترة ما بين يعني اكثر المظاهرات اللي ضرب عليها النار بالفترة ما بعد الاقتحام الاول بالالفين وحدعش باقتحام الالفين وحدعش تراجعت وتيرة المظاهرات بدير الزور لكن رجع الشباب يعني اشبه ببداية جديدة ببدايات الاولى كانت من ثمن طعش ثلاثة نزلت الناس بدير الزور على خلفية احداث درعة وهتفوا الهتاف الشهير يا درعة واصبرلك ساعة جوك الديرية فزاعة حصل اقتحام الالفين وحدعش برمضان بسبعة رمضان كانت انتكاسة بالتظاهرات فما قام به الشباب اعادة احياء المظاهرات من جديد والنساء نزلت نزلت بزخم زخم يعني تكاد تكون المرأة الديرية من اوائل السوريات اللي نزدوا يمكن حتى النزوح كان عندكم مبكر تماما النزوح كان بالشهر مثل ما قال الاقتحام بالشهر السادس 2012 حصلت حالة من النزوح من دير الزور غزوان شو بتتذكر اكتر شي هيك العبارات الحلوة اللي كانت بالمظاهرات تتذكر هيك شي هلأ بيخترع بالك ذكريات اكتر عبارة او اشهر عبارة كنتوا ترددوها والله كان بي يعني احنا نقول لها عراضة طبعا احنا كلمة عراضة كلمة شامية احنا بله جتنا نقولها هوسة لما هي كانت قصيدة قبل ما يفوتوا الجيش في 2011 قصيدة كانت تلخص مطالب الثورة يعني العراضة الديرية تتذكر هلأ منها شي؟ والله ما يحضرني يعني بس كانت تلخص مطالب الثورة انه يا خاين يا ابن الخاين ألغي القانون الثامن بدنا دستوري واحدنا ما بدنا البعث اللي حكمنا بدنا دستوري واحدنا يا خاين يا ابن الخاين ألغي القانون الثامن لما كان بذاك الوقت مطلب جماهيري يعني القانون الثامن ألغه القانون اللي يقول انه البعث حاكم الدولة والمجتمع جميل هي الدير يمكن كان في الى زخم كتير كبير ببداية الثورة من اوائل المدن اللي قامت بهذا الزخم فكنتوا انتوا بالتنسيق مع الشباب شون بلشتوا؟ هي طبعا يعني ما تنذكر الدير بدون ما ينذكر نادي الفتوة نادي الفتوة كان كانت اللعب يعني او المباريات هي تتمثل متنفس للناس يعني كونه بيه كبت وما بيه مجال واحد تفرج بيه عن نفسه فكان المكان الوحيد يعني هو الملعب فاحنا اول مظاهرة كانت عندنا ارتبطت بلعب الفتوة مباراة تماما من منعت وعقب المباراة حرق بيه كابل الامن العسكري اوه حلو هاي ببداية تمام هاي كانت ارهاصات بداية المظاهرات يعني نعم حلو كتير هلا رح نطلع بفقرة تانية اسمه لك ولكا سلام شو بتقولي للشاب والاخ بالذات الاخ بالذات ثق باختك تتعلم من اي بيئة انطلقت بيئتك هي بيئتها قواعدك المنظومة الاجتماعية لك هي نفس المنظومة الاجتماعية لها ثق بها دعها تتحرك دعها تخرج من عباءتك على الاخ لا يعتبر الاخت هي ضله هي شخصية مستقلة لها كيانها فيجب عليه ان يتركها تنطلق غزوان شو بتقول للاخت الاخت بشكل عام طبعا مو اكيد مو لا سلام اقولها انه انت سورية افخري بسوريتك يعني وسورية من قبل الثورة وقبل العصر الحديث يعني السوريات طلع منهم نساء عظيمات امتدادا من زنوبيا انتهاءا بال اذكر الديريات يعني انتهاءا بخرمة ومحسن عياش اشخاص كان لهم دور كبير جدا بالمجتمع وبالانتماء السياسي وبالثقافة كانت رديف للرجل يعني فتركها تصرف براحتها يعني هي اكيد ما راح تصرف الا ضمن ضوابط مجتمعها وضمن ضوابط بينها شو بتقول له الا تتعامل مع الاخ هي كيف لازم تتعامل مع الاخ تكون حنونة بس تدعمه بالاحساس اكيد تكون حنونة وتدعمه بالاحساس وتجي بالمسايسة الشرق بالعموم لما يتسايس يعني او حدا يعرف يسوق عليه مثل ما نقول بلهجتنا يعني راح تكون شخص جدا بسيط ومساير حلو سلام بدك تقول لي لي اخر جملة شو بتقول لي للوطن سوريا تستاهل منا وقد ما اعطينا احنا مقصرين تستاهل دمنا وعقلنا وشعورنا واحساسنا غزوان شو بتقول له سوريا والله اقول للسورية انه بقد ما قدمنا لتي لسه احنا مقصرين وتستاهلين النوب والنوب بشكركم كتير سلام مصطفى الغدير وغزوان مصطفى الغدير اهلا وسهلا فيكن وكانت حلقة كتير حلوة وجميلة معكن شكرا لكم اكيد مشاهدينا ومنلاقيكن في حلقات تانية بإذن الله من برنامجكن ريحة وطن موسيقى بتضلت دور الايام وبتحمل معها الاحلام والمجد مع الله عبوابا برافرف على أرض الشام بتضلت دور الايام وبتحمل معها الاحلام والمجد مع الله عبوابا بير أفرف على أرض الشام على أرض الشام على أرض الشام